تقرير رسمياً على الإرهاب خلال عام 2019 أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحدثت فيه بشكل مطول عن تركيا ودورها في تصدير الإرهابيين حيث جاء في التقرير المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أن تركيا بلد مصدر وعبور للمقاتلين الإرهابيين الذين يسعون للانضمام إلى داعش والجماعات الإرهابية الأخرى التي تقاتل في سوريا والعراق وليبيا وأضاف التقرير استخدام المدعون في تركيا تعريف واسع للإرهاب وتهديد للأمن القومي لتوجيه اتهامات جنائية ضد مجموعة واسعة من الأفراد ومحاكمتهم بما في ذلك الصحفيون وسياسيون المعارضة والناشطون وغيرهم ممن ينتقدون الحكومة وشر التقرير إلى أن الحكومة التركية وصلت احتقال مواطنين أتراكاً وأجارب مقيمين في تركيا بمن فيهم مواطنون أمريكيون وموظفون محليون في بحثات الولايات المتحدة إلى تركيا بتهم متعلقة بالإرهاب غالباً بدون أدلة كافية وبالحد الأدنى من الإجراءات القانونية الواجبة وأبرز التقرير أن الحكومة التركية قامت بفصل الموظفين العسكريين والأمنيين والمدنيين من الوظائف العامة في عام 2019 وتابع منذ محاولة الانقلاب في عام 2016 قامت الحكومة بفصل أكثر من 130 موظفاً مدنياً وأفراد من القوات المسلحة من الوظائف العامة وسجن أكثر من 80 مواطن وأغلقت أكثر من 1500 منظمة حكومية فيما أورد التقرير أن تركيا استمرت في عمليات احتقال المشتبه في مساعدتهم أو تعاطفهم مع حزب العمال الكردستاني بما في ذلك بعض السياسيين المتخبين في عام 2019 لقناة ريبي الحدث أبو بكر يحيا